جاء لما قال انه الاهلي خسر ثلاثة في ملعبه من النادي المصري وخسر خارج ملعبه بخماسية كان يقصد مباراة سانداونز حولوك بس هو قال لي خسارة الاهلي بسلسية انتو عارفين الاهلي انسحب من كاسر ربطة او لم يلعب كاسر ربطة فالعقوبة بتبقى او النتيجة بتعتمد ثلاثة صفر فهو لما ارى على المواقع المختصة بهذا الشأن فكتب ثلاثة صفر النادي المصري فهو ترجم ده الى انه كانت مباراة يعني بس هل ده معناه مش متابع النادي الاهلي ازاي مش متابع النادي الاهلي على الاقل هو لعبه قدام النادي الاهلي المباراة السابقة يعني وعلى الاقل تفرج على مباراة افريقية ومباراة محلية وكلامه هو قال كلمة مهمة جدا قالك هتشوفه لعبين اخرين خاصة محمد المكعازي راجع واسمعيل المقدم راجع الموضوع النهيري النهيري اصلا ما بنعبش اساسي في الفريق وما لعبش اساسي في المباراة في القاهرة في القائمة الأساسية لكن عنده الظاهير الأيمن عبدالصمد البديوي مصاب مش هيكون موجود نهيري بدأ مباراة القاهرة بدأ مباراة القاهرة ماشي لكنه أصلا لعب لغياب عبدالصمد البديوي ووضح أنه ما كانش في حسابات منذر الجبير مدرب النادي الرجاء المغربية على فكرة مدربين محترمين جدا والله عمل نتائج رائعة مع فريق نادي مع المنتخب التونسي لما كان المتولي المسؤولية طيب سيبنا من ده كله بقى تعالوا روح للنادي الأهلي القصة عاملة زي في النادي الأهلي الأهلي في حالة من التركيز الشديد جدا 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 والراجل عايز يخرج من المباراة دي فإذا بنتيجة المباراة هو ما يهم مش أن يكسب بكرة ولا أنه يتعادل هو يهم أنه يكسب نتيجة المباراة دي كسب خير وبركة تعادل خير وبركة خسر واحد صفر اتنين واحد ثلاثة اتنين أي نتيجة يعني ما وصلت ناشر ركلات الترجيح برضو ماشي إن شاء الله المهم هو التأهل يعني حالة التركيز اللي موجودة عند اللعيبة وعند الجهاز الفني عالية بس الجميل إنه ما فيش شد عصبي يعني الأمر أكثر شوية هدوءا لأنه نتيجة اتنين صفر في القاهرة مد اللعيبة شوية من مش اللي اطمئنان لكنه من الثقة البعيدة عن الغروب طيب الراجل حيلعب إزاي غالبا تشكيلة القاهرة غالبا احنا كل ده توقعت تشكيلة القاهرة حيتشال عمر السلية هيبقى حمدي فاتحي أليو ديانج مروان عطي ده غالبا ده احنا توقعتنا وبرستاو وكهربا وحيلعب حسين الشحات لكنه من الممكن إنك تلاقي محمد شريف أساسي ممكن جدا جدا تلاقي شريف أساسي وممكن تلاقي حد من على الجنبين قاعد احتياطي لأنه هو ركز مع أحمد عبدالقادر النهاردة كتير جدا في التمرين يعني وهو أصلا بيحب أفشا في هذه المباراة إنه بقاله دور مهم مع الفريق كل دي حاجات لسه حتبان خلال المرحلة المقبلة أو الفترة القليلة القادمة الساعات القليلة القادمة الأهل هيلعب إزاي دي طريقة اللعب اللي هيختارها كولر هيلعب ضغط من البداية وارد جدا يفاجئ الرجاء بالضغط من البداية هيلعب زون ديفينسو من نص ملعبه لكن لما تكون معاك كورة بيلعب بيكمل طبعا وكمل هجماته ثم يعود بسرعة إلى نصف ملعبه كل ده برضو وارد إن النادي الأهلي يعمله يعني الحاجات كتيرة جدا ممكن تحصل فيه على المباراة كان الله فعله المدربين يعني كلنا احنا بنبقى في النظري عادي نتكلم ونقول ونعمل ونخلي لكن في النهاية بنبقاش عارفين إيه اللي ممكن يحصل وتوقفيه أفكار في السواني الأخيرة عند المدربين والدليل الكهرباء أنا الحقيقة ما لا فكر مع نفسي كده بقى لي كم يوم هو جماعة لو كان فيه مدرب مصري وكانت قصة كهرباء قالك ده حيلعب شهرين بس أي مدرب مصري كان ممكن لعبه أنا أخصم لك وأخذم لك لأ لأ خالص يعني ما أقول لك أنا لعيب حيلعب شهرين أعمل به إيه لا مالوش لازم بقى أشوف غيره يعني لكن هنا كولر تعمل باحترافية شديدة جدا 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 في هذا الأمر وإدر إنه يعني يستفيد منه إلى أخصى درجة وهو كمان كهرباء استغل الفرصة ومسك فيها بأديه وإسنانه ربنا إن شاء الله يوفقه ويكرمه يكون أحد أسباب فوز الأهلي ومكسب الأهلي إن شاء الله